موسيقى ثلاثين صنف فقط هم توقفوا في السوق المصرية رغم كل المدة دي والشركات تقريبا من أسبوع معلومات الكاملة أنهم توقفوا عن الإنتاج أو ضخ كميات جديدة لشركات التوزيع لأننا وقعين بين سجال سخيف جدا جدا فكرة أننا أعمل القرار الوزاري ثم أقعد أشوف إزاي ينفزه مع أننا بدأنا برقم اثنين قبل رقم واحد الشركات نصممها يعني خلينا نعترف كده أن هناك مخزون تم في عدد كثير جدا من الشركات عبر مثلا شهرين الشركة دلوقتي في نقاش كده بنتكلم من أصحاب الشركات يقولك لا ما تحطش دماغك أن أنا هالشير جديد وأنا لسه عندي القديم ما بعتوش أنا عندي منتج قديم موجود فقصة التمس والسجال اللي بين وزارة الصحة وبين شركات التوزيع دي بيدفع تمانها المريض المصري اللي محروم دلوقتي اللي أول مبارح مات مريض اسمه سامح حسين من إسكندرية بسبب عدم موجود حقنة فكتور اللي هي المستورادة ده تالت مريض لمرضة الهيموفيلية بيتوفى بسبب عدم موجود هذا الدواء فيه حد تاني بيدفع التمن دوت إحنا زي قابلين على نفسنا إن إحنا ننتظر إن فيه ستين ألف سيداليات في مصر يقفل اقتصاليات السيداليات دي يا بهوات اقتصاد مهم جدا 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 يجب إن إحنا نكون حرصين عليه دي اقتصاليات متوسقة فكرة إن السيدالي قاعد طول النهار بيحاول إن هو يلبي احتياجاته ومفيش أدوية جياله والكتب بتاعته تقريبا بتنتهي في يوم واحد دي موقف أنا شايفه شديد البؤس جدا بتمنى من حضراتكم إنكم توصلوا إحنا منتظرين مبادرة من النقابة العامة لصيدلة مصر لحل الإشكالية إحنا كمركز حقوقي أو كل المراكز الحقوقية لا تقدرش تعمل حاجة بإيد عن نقابة السيدالة لإن هي دي النقابة الأساسية الرئيسية هم خبراء الدواء في المقام الأول كان فيه محاة سنبارح بيني وبين الدكتور محي وكنت بقول له أرجوك إحنا في موقف شديد الصعوبة جدا جدا مفيش دواء وشركات الدواء بتقول الموضوع دواء هيقعد معي أربعة شهر لغاية ما أطبع عبوات جديدة لدرجة إن أنا مسألت بعض الشركات اللي هي مختصة بصناعة العبوات شايفت فعلا إن فيه طلبياتها تطلع من عندها يوم خمسة مايون خمسة مايون ده تريخ بعيد جدا جدا ما قالت سيد رئيس الوزارة رفع سبع تلاف صنف في مايون بعضهم لغاية دلوقتي ما تمش إنتاجه ثم زاد برفع تلت تلاف صنف في يناير لغاية دلوقتي بنقول واحد وتلاتين صنف ماتى يا توفر الدواء للمريد المصري ما أصبحتش مشكلة سعر أصبحت مشكلة توفر الدواء لأن السعر زاد فعلا على الورق لكن على الأرض ما عنديش دواء وده عامل مشكلة للصيدالي من الدرجة الأولى وعمل مشكلة بالمريد المصري اشتركوا في القناة